الشبهات حول السفينة التركية روزالين ايه ليست الأولى من نوعها هذه السفينة التي أثارت توتراً أوروبياً مع أنقرة بسبب اعتراضها ومحاولة تفتيشها من قبل فرقاطة ألمانية تدور الشكوك حول شحناتها غير القانونية منذ فترة طويلة بحسب صحيفة ديرشبيجل الألمانية الصحيفة نقلت عن مصادر مطلعة أن مهمة إيريني الأوروبية لحضر توريد الأسلحة لليبيا اكتشفت من خلال صور الأقمار الصناعية أن السفينة أفرغت سابقاً عربات عسكرية مدرعة في مدينة مصراطة كما كشفت صور أخرى تحميل السفينة بضائع مشبوهة في ميناء إمبارلي التركي في شهر نوفمبر وأشارت ديرشبيجل أن روزالين ايه انطلقت من تركيا إلى ليبيا ثمان مرات على الأقل خلال هذا العام فقط ورست بالإضافة إلى مصراطة في طرابلس أيضاً فيما يرى دبلوماسيون أوروبيون أن رد تركيا تجاه محاولة تفتيش سفينتها عزز الشكوك حول تهريبها للأسلحة فلم تتأخر خارجيتها في وصف العملية بغير القانونية وفتحت النيابة تحقيقاً حول الواقعة كما تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردغان عن مضايقات تعرض لها طاقم السفينة من قبل الجنود الألمان الذين لم يفحصوا سوى عدد قليل فقط من حاوياتها بسبب اعتراض أنقرة على سرحان الحدث ترجمة نانسي قنقر